اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الداعي الى سبيله ورضوانه اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى اصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله اما بعد ايها الاحبة في الله فهذه هي الحلقة الثامنة من حلقات شرح قصة جريج العابد وما فيها من فوائد وقد تطرقنا في اللقاء الاخير الى فائدة مهمة كانت في اثبات كرامات الاولياء ووقفنا مليا عند معنى الكرامة ثم عند معنى الاولياء واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نتطرق الى فائدة اخرى وهي الفائدة الثامنة عشرة وهي بيان منزلة اليقين في الله عز وجل فقد قال العلماء كالحافظ ابن حجر وهو يشرح قصة جريج قال وفي الحديث قوة يقين جريج في الله حيث استنطق من ليس عادته النطق يقصد ان جريجا العابد عندما اتهم بما اتهم به باطلا لجأ واستنطق اي طلب ان ينطق ممن طلب من ذلك الصبي الرضيع الذي اتهم به بانه زنى بامه انه ذهب اليه واستنطقه وقال له من ابوك فنطق الولد الصبي الصغير وقال ابي الراعي ولولا قوة يقين جريج في الله لما لجأ الى ان يستنطق من ليست عادته النطق وفي هذا فائدة مهمة لنا معاشر المؤمنين ان المسلم اذا كان على حق او اتهم بباطل فليتيقن ان الله تعالى ناصره وان الله تعالى سيدفع عنه ما رمي به فقط يطلب الله تعالى من اليقين فيه لذلك نرى الله سبحانه يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي زاد الامام احمد رواية عظيمة فيها فليظن بعبدي ما شاء اي على المسلم انه اذا تاب الى الله ان يتيقن القابل واذا استغفر مولاه ان يتيقن المغفرة واذا دع الله ان يتيقن الاجابة لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يلح على المسلمين قائلا ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة لا تدعوا الله وانت شاك في اجابة الله تعالى لك لماذا؟ لان الله وعدنا بالاجابة بالاجابة وهنا لا بأس بان نفتح قوسين صغيرين حتى نوضح امر مهم يتعلق بالدعاء كثير من الناس نسمعه يقول دعوت الله فلم يجب لي دعوت الله فلم يستجب فليعلم ان هذا القول في حد ذاته مانع من موانع الاجابة مادمت تقول هذا الكلام فان الله لا يجيبك لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله يجيب احدكم ما لم يستعجل قال وكيف يستعجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يقول دعوت الله فلم يجبني اذا هذا استعجال لا ينبغي للمسلم ان يقع فيه ثم انه مناف لما اخبارنا الله به فهو القائل ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم وعد فهل سيخلف الله تعالى وعده الجواب لا اذا الاجابة محققة لا ريب لكن كيف هذا الذي وقعنا فيه من الخطأ نحن نظن ان الاجابة لابد ان يتحقق الشيء المطلوب يعني اذا دعوت مثلا ان يرزقني الله كذا يعني نظن ان اجابة الدعاء هو ان يتحقق الرزق اذا دعوت مثلا ان ينجحني في كذا نظن ان الاستجابة لابد ان تكون في تحقيق هذا النجاح وهذا خطأ الله وعدنا بالاجابة لكن كيف هذا شأنه ربما كما جاء في مسند امام احمد انقول لكم معنى الحديث ان الله مجيب عبده لا محالة اما ان يحقق له الشيء المطلوب دعوته في الرزق يرزقك دعوته في النجاح ينجحك دعوته في الشفاء يشفيك وغير ذلك من انواع الادعية التي يدعو بها العبد وربه اذا اما ان يحقق له الشيء المطلوب او لا يدفع بذلك الدعاء عنه شيئا مكروها ربما انت دعوت الله تعالى ان يشفيك من امر فيدفع به عنك مصيبة كانت قد تحدث اذا هو اجابك لكن هذه الاجابة صرفت شيئا مكروها اخر اذا لا تقول لم يجبني اذا هذا الآن صورة الثانية من صور الاجابة ان يدفع عنك به مكروها قد كان يصيبك النوع الثالث من انواع الاستجابة ان يدخره لك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اذا فالاجابة محققة لا محالة لكن بشرط لا تستعجل لا تقول هذه الكلمة دعوت الله فلم يجبني فهذا من الاخطاء زد ليس فيها توكل على الله زد فيها ضعف اليقين في الله فيها تكذيب للقرآن حيث قال الله عز وجل ادعوني استجب لكم وقال عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان ومن الامور المهمة التي ينبغي لنا ان نتذكرها ونتأملها في القرآن الكريم ان هناك سؤالات كثيرة في القرآن يسألونك عن كذا فقل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن المحيط قل هو اذا قل دائما يقول قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وغير ذلك من الايات ويسألوك عن الجبال فقل ينسفه ربي نسفه دائما هناك يكون الجواب بقل الا في مقام الدعاء واذا سألك عبادي عني فاني قريب ما قالوش قل فاني قريب فاني قريب نزع الوساطة في الدعاء ليدلنا ان الداعي ربه اقرب شيء الله تعالى يكون اقرب ما يكون اليه فوق الدعاء فما عليك الا ان تتيقن الاجابة كيف هذا ليس شأنك شأنك ان تطلب ان تدعو الله كيف يجيبك كما ذكرنا يحقق لك الشيء الموعود او يدفع عنك بشيء مكروه او يدخره لك يوم القيامة وهذا معنى الاجابة نولق القوس ونعود الى ما كنا فيه من الحديث عن اليقين في الله تبارك وتعالى نحن مأمورون بالتيقن لا مجرد الايمان اليقين في الله تبارك وتعالى ولو اخبارك انسان ذو جاه ذو مكان ذو رطبة في المجتمع وقال لك اذهب الى المكان الفلاني وكن على يقين انني سأعينك لا شك انك ستذهب وانت قارير العين وانت مرتاح القلب مرتاح البال هني البال لماذا؟ لان فلانا ذو قوة وانت تثق فيه فذهبت الى ما تريد تحقيقه وانت منشارح الصدر فكيف بالامر وقد وعدنا الله عز وجل انه سيكون معنا فلا شك انه ينبغي ان نكون معه سبحانه اكثر طمأننة لما وعدنا به كونوا على يقين اننا اذا حققنا هذا اليقين حققنا ثمارات عظيمة اول هذه الثمارات تحقيق التمكين في الارض تحقيق التمكين التمكين هو ان يكون لك ما كان التمكين للمسلمين في الارض ان تكون كلمة الله هي العليا ان يكون حكمهم هو النافذ على غيرهم لا حكم غيرهم هو النافذ عليهم التمكين في الارض ثماراته امران اتنين الصبر واليقين يقول العلماء اذا تزوج الصبر باليقين وليد التمكين قال الله تعالى وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين إذا نقص الصبر وكان يقين هذا ليس بشيء طيب لا تنجح يعني كان بعض الناس عندهم يقين مثلا عندهم صبر يشرع في مشروع مهم دعوي أو غير ذلك يقين بأن الله تعالى سيعينه لكنه لا يصبر إذا تولي بشيء سرعان ما يخالف الشرع بحجة أن المصالح تعطلت أين اليقين إذن لابد من الصبر لازم تصبر زائد اليقين وكي الناس لا عندهم صبر لكن ما عندهمش يقين لذلك لابد من تحقق هذين الأمرين صبر زائد يقين تيقنت من أن هذا هو الحق تيقنت من أن القرآن هو الحق تيقنت من أن هذا الحديث الذي ستعمل به هو الحق فإذا تيقنت فاصبر عليه واثبت عليه فإن الله عز وجل سيظهر أمره إذن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وهذا شرف عظيم لهذه المنزلة زد من ثمارات اليقين في الله أنه هو سبب نجاح الأمم السابقة من السلف الكرام نجاح السلف كان سببه اليقين بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام روى الإمام أحمد في الزهد والطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجى أول هذه الأمة باليقين والزهد باليقين في الله والزهد يعني كانوا يأخذون من الدنيا ما يحتاجون لا يتوسعون في ذلك وسيهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل سيهلك آخر هذه الأمة بالبخل يبخل إما بماله طبعا والذي يبخل بماله سيبخل بنفس من باب أولى الذي يبخل بالمال سيبخل بالنفس من باب أولى لذلك دائما الشجاعة والبخل والشجاعة والكرم يقترنان والبخل والجبن مقترنان ببذل وحلم ساد في قوم الفتاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال على ابن عباس كما في البخاري كان أشجع الناس وكان أجود الناس أشجع الناس الذي يجود بنفسه الذي يجود بنفسه من باب أولى سيجود بماله لأن ماله أهول من نفسه وكان أجود الناس ثم كان أكرم الناس وكان أشجع الناس عما الذي يبخل بنفسه فمن باب أولى سيبخل بماله الذي يحب أن يعيش المهم أن أعيش كيفما كان سيبخل بنفسه من باب أولى إذن ناجى أول هذه الأمة بماذا بأمرين اثنين باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل من ثمرات اليقين أيضا أنه هو سبب الانتفاع بآيات الله سواء آيات الله الكونية أو الشرعية وفي الأرض آيات لمن؟ للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين يعني الإنسان الذي ينتفع بآيات الله هو المتيقن في الله عز وجل زد من فوائد اليقين ندرك فائدته من كثرة سؤاله صلى الله عليه وسلم ربه شوفوا الحديث الذي رأى التلميذي وأبو داود عن ابن عمر قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات الصالحات يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينوطش من مجلس حتى يدعو هذا الدعاء مش يقول اللهم أقسم لي من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين عن طريق من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اليقين يهون على المسلم مصائب الدنيا لذلك فالمسلم عليه أن يحرص على اليقين تحصيله وذلك بماذا يكون بماذا نحصل اليقين يحصل اليقين بطار بالعلم بأن يقرأ المسلم القرآن الكريم ويتأمله ويتدبره يقرأ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويفهمها يبدأ دائما متعلق يكون قلبه دائما متعلقا بحلقات العلم يسمع دروسا وهكذا فسينشأ اليقين هذا يتربى كما يتربى الصبي يربيه بماذا الصبي تربيه بالمطعوم أما اليقين في القلب تربيه بالشيء المعلوم عن ربي الأرض والسماوات سبحانه فلذلك نعود فنقول إن اليقين هو قارين التوكل هذا التوكل دائما يقترم باليقين الله سبحانه وتعالى واش قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين شوف توكل على الله إنك على الحق المبين توكل هو قارين اليقين متى يتوكل الإنسان على الله إذا كان متيقنا في أنه ناصره ستأتي معنا قصة عجيبة من قصص الأولين ذلك الذي كان عليه دين ألف دينار وعطى كلمته للإنسان الذي أقرضه المال قال له على شهر تدي مالك لكن وجد نفسه قد انقطع عن بلده لم يستطع العودة إلى بلده للعدام المركب ماذا فعل أخذ خشبة ووضع فيها الألف دينار وألقاها في البحر اللهم إنك كنت أنت الكفيل اللهم إنك كنت أنت الشهيد فاقضي عني هذا الدين وألقاها في البحر وأخذتها الأمواج خرج ذلك الرجل ينتظر قدوم الباخرة التي تأتي بهذا الرجل لكن لم تأتي الباخرة أرد أن يعود إلى البيت لكن قال في الطريق يلا أندي خشبة ولخشبتين أستدفئ به معه فحمل خشبة أخذها للبيت بدأ يقطعها فوجد الألف دينار من الذي حمل ذلك الرجل على أن يفعل ما فعل هو يقينه في الله عز وجل فالقضية اليوم قضية اليقين في الله والتوكل على مولاه هذا اليقين هذا اليقين هو الذي رفع شعاره الرسل الأول ما من رسول إلا وكان في قلبه يقين في الله عز وجل كان آية شوفوا نوح عليه السلام خرج على قومه فقال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشوركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظر يلا هل يستطيع أحدنا أن يفعل هذا يخرج إلى قومه يقول أجمع أمركم وشوركاءكم لا أخشى منكم شيئا هذا هو قلب الداعية امتيقا بالله سبحانه وناصره هود عليه السلام الذي أرسل إلى قوم عاد قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قوم عتاذ هؤلاء أرسل إليهم من؟ هود عليه السلام ولو سألك سائل ما هي معجزة هود ما وجدت جوابا ما هي معجزته ليس له معجزة إلا شيء خفي جلي نرى قومه قالوا له ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي نحن مشحين تركوا الآلهة انتعنا لأننا نعبدوها وعبدها آباؤنا لمجرد قولك وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء آلهتنا أصابتك بسوء نجت الآية معجزة الخفية على من؟ على أمثالنا الذين نظن نحن نظن أن المعجزة لابد أن تكون ظاهرة لا يمكن أن تكون شيئا خفية قال خرج على قومه وأبين لهم تريدون أبينه قال قالوا لهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله صور انت في حيك في بلدتك نسجع خالفوك ويجتمعون إليك ويقولون لك ما نحن لك بمؤمنين ونت تخرج تقولون إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم يلا إن كان لكم كيد فكيدون فضلوا الآن مش كون أو يتكلم معا قوم عاد شهدك هايلك الآية الآية كما يذكر العلماء آية هود كانت اليقين في الله عز وجل هذا التوكل العجيب على الله ما استطع أحد أن يحرك ساكنا بعد أن قال لهم ما قالوه ما استطعوا أن يكيدوه كيدا بل كان من بعد ذلك أن أخذوا بعذاب أليم شديد فالشاهد أن هذا اليقين الذي يجده المسلم في قلبه هو الذي يفتح له مثل هذه الكنوز التمكين في الأرض التأمل آيات الله وغير ذلك مما ذكرنا ومبنى اليقين أيها المسلمون مبنى اليقين على الإيمان الجازم القاطع بالغيب الإيمان الجازم القاطع بالغيب اليوم في عصرنا هذا لما طغت المادة طغت على الروح صارت الروحانيات الأمور الروحية الغيبية صارت ضعيفة جدا في القلوب الناس ما عادت تؤمن بالأمور الروحية صارت تؤمن فقط بما تلمسه بما تراه بما تسمعه أما أن تؤمن بشيء غيبي ضاعفة لا أقول زال حاشا لكن ضاعف إيمانهم بالغيب مع أن الله سبحانه بدأ يصف لنا المتاقين في سورة البقرة أول شيء هدى للمتاقين الذين يؤمنون بالغيب لأن المعركة معركة الإيمان بالغيب ما هو الفارق بين المسلم والكافر المسلم يؤمن بالغيب الصحيح والكافر لا يؤمن بالغيب إنما يؤمن بظاهر من الأمر لديه الإيمان بالغيب هو الأمر الذي يبعث لك اليقين إن إنسان يدرس العقيدة يدرس توحيد الله يدرس الإيمان باليوم الآخر فيحصل بذلك اليقين في الله الغيب حتى أسهل لكم معاشر المشاهدين مسألة الغيب كونوا على يقين بشرط بشرط أن يكون الغيب صحيحا كل ما هو غيب الآن سيصبح شهادة حتى يعلم الغيب والشهادة والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب والشاهد الآن الأمور الغيبة عنا ستكون لنا شهادة في المستقبل نعم صعب الإيمان بالغيب لكن متحن به بشرط يكون صحيح متحن بالإيمان به نعطي لكم مثال مقرب قبل خمسين ستين سنة لو قال لك قائل لو قال لك قائل ما يمكنني أن أصنع لكم حديدة تتكلمون فيها مع قريبكم وهو في أنت في الجزائر هو في مكة ماذا كان سيفعل به لا شك أنه كان سيرجم وأنه كان سيحرق أو يحكم عليه بالجنون هذا أقل الأحوال أنه مجنون حديدة تتكلم فيه اليوم صار عادي هذا الأمر بالنسبة إلينا الهاتف الجوال هذا سرنا نتكلم فيه بالعكس الإنسان الذي لا يعرف هذا الاكتشاف هو المتخلف انظروا كيف كان غائبا قديما اليوم صار شهادة كذلك الأخبار التي نسمعها في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة أن الجنة سعتها كذا وأن أنهارها كذا وأن أوراق شجرها كذا هذه كلها الآن غيب ستصبح لنا شهادة إذا عايناها في الإنسان يصبر ويتأقن بأن كلام الله حق بشرط بشرط أن يصح الأثر أن يصح الأثر إذا صح الأثر شاهد النظر إذا صح الأثر شاهد النظر هناك قاعدة مشهورة عند طلاب العلم وبعض الناس اللي يحضروا دروس يسمعوها يقول لهم إذا ورد الأثر بطل النظر نحن نقول لا ما نقولش إذا ورد الأثر لأن ورد قد يأتي من طريق ضعيف نريد إذا ثابت صحيح الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن كله صحيح السنة لازم نشترطه فيها الصحة إذا ثابت الأثر ما نقولش بطل النظر علش أبطل النظر العقل نتعي لا أبطله وإنما أشهد نجعل العقل يشهد بهذا أستدل على الأثر ما نقولش بطل نقول شاهد مثال نوضحنا هذا الأمر قصة الإسراء المعراج قصة عظيمة بتولي بها الناس إياكم أن تظنوا أنها سهلة ليس من السهل أن تتبع إنسانا اليوم ثم يأتي ويقول أسري بيا في ليلة من المكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليس من السهل إذا نبتولي الناس إذن الله تعالى واش قال في القرآن وما جعلنا الرؤية التي أريناكها إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤية التي أريناكها إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن كانت فتنة لما جاء أبو جهل جاء إلى أبي بكر قالوا إن صاحبك سمعت واش قال واش قال خرج له قال واش قال إنه يزعم أنه أسري به في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى وش قالوا أبو بكر قالوا لا من آمنش بالغيب قالوا إن كان قالها بشرط إذا ثبت الآثر إن كان قالها فقد صدق شوفكيش سلم بشرط يكون صحيح برك فقد صدق ثم بدأ يشهد إني آمنته في أكثر من ذلك صدقته في أكثر من ذلك صدقته في خبر السماء يعني شكل يكتر ليجي يقول باللي أنا رحت من اليوم في ليلة وليت في مكة وليت قول لي يقول أنا نبي شكل أعظم لي يقول أنا نبي أنا صدقته عندما قال أنا نبي فكيف لا أصدقه في هذه هذه أدنى لذلك شوفوا استدلال أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه اشترط صحة الآثر ثم بدأ يشهد بالنظر إن كان قاله فقد صدق إني آمنته وصدقته في أكثر من ذلك صدقته في خبر السماء المسلم عليه فقط أن يطلب العلم حتى يعلم الآثر الصحيح جد ثم يتيقن بأن ذلك هو الصحة التي لا ريب فيها بذلك يحصل اليقين في الله تبارك وتعالى انظروا أيها المؤمنون كيف نزل نزلت إجابة الله لرغبة جريج ذهب إلى ذلك الصبي من أبوك الجبا ينظر كيف يستنطق الغلام من أبوك فقال أبي الراعي أبي الراعي لست أنت عندئذ برأه الله عز وجل ونصره وأيده ودفع عنه ما تهم به من السوء والفحشاء هذا ما نأتي عليه في هذه الفائدة الثامنة عشرة وهي فضل اليقين في الله تبارك وتعالى والتوكل عليه نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه الغفور رحيم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة